يلا لا له يلا لا لا يلا لاه يلا للاه واضيلة الشيخ هذا السائل يقول صليت خلف امام لا يحسن قراءة الفاتحة عدة صلوات ما حكم صلاتي وصلاة هذا امام المسجد امام المسجد يفعل ما يستطيع لقوله تعالوا فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان يستطيع تعديل القراءة وتصحيح القراءة واجب عليه ذلك إن كان لا يستطيع إلا قراءته الحالية يصلي على حسب حاله أما أنت إذا كنت أحسن منه فلا تصلي خلفه وهذا إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة وصلاتك خلفه صحيحة لكن إذا وجدت من هو أحسن منه فصل خلفه